من يرسم السياسة المالية هو وزير المالية مجلس الوزراء كلف وزير المالية بإعداد الخطة المالية وزير المالية هو من أعد هذه الخطة ورفعها إلى مجلس الوزراء وأكد بالكتب والدليل والبرهان قبل أبدي هذا وزير المالية شل يحصل اللي يقول إصلاحي أنا ما أتكلم بشخصة أتكلم بأداء المتواضع تصنيف دولة الكويت تنزل مرتين ولو في أي دولة خليجية لا يتم إقالته لكن واضح المجاملات ما بيقول من الكلكل أسثني البعض ولكن أقصد البعض نعم الإصلاحات الاقتصادية مست الرواتب والخسخصة ما راح على شويخ الصناعية ولا على أملاك الدولة ولا العارضية في حيص الصناعية راح على طول جيب المواطن ويبيعالج اختلالات الميزانية من خلال جيب المواطن وقوته ومقدراته ومكتسباته اللي يسأل أين الوثيقة كاهي واضحة وضوح الشمس جدامكم ترجمة نانسي قنقر